الفني المنتخبنا القومي كان حسن اختياره كان مزبوط بالنسبة لاختيار اللي عابين شوف فيه كذا سيبك من نواحي الفنية دلوقتي يعني اول حاجة في نواحي الفنية انه مدربش منتخبات ودي حدوطة ودي حدوطة وانت قادرة مني من الكلام لكن بره بره دولة ما مش فكرها دلوقتي دولة كبيرة بيدوروا على المدرب بتاعهم زي البرازيل عبتق فمش يجي واحد مصطفى حسن مصطفى او حسن امام او منا مرة هما اللي يقتروا الواحد فرد يعني ده فرد انين تديلوا اربع سنين ونص ازاي طب انت انت هما اللوقتي مش عاديين المشهول ايه عشان الفلوس التلات توش طب ما انت لو قد تربع سنين ونص هايخد قد لده مليون مرة طبعا هتأخد تأخد تلتمية مليار لو العقد بتاعه ده على ايامك يا دكتور كنت لازم تشوف العقد ده ولا كنت هتقوله مش شوف لا شوف ما فيش حاجة شوف يعني انا كرول مثلا انا كنت اللي جيته وخدت سامير زاهر وابو ريدا وروحت وكان رابط عبدالله الحام وروحنا منهم فرنسا بنا هناك واتفقنا معاه والكلام ده كله نعم تفعل مبلغ امتوا انت عارف كان نجم كرة كبيرة جدا طبعا لكن طبعا انا ليه سيف كل حاجة يعني دكتور أشرف معزور يجي يخش يقوله انه لأ انت دي ونحل فنية امريكية يتعوا فيها حطي له الناحل ادارية والمالية يعني ايه الراجل يشتغل دولة دولة فين طبعا هلازم يكون في مكتب فني فيه بتوع كورة وفي بتوع ألعاب أخرى عشان يقدر يدوله كمان رأي يا دكتور لا وهو ما هو عنده مش رسالي بكل حاجة بس هو لا يستطيع تدخل ايه دي المشكلة يا دكتور مصطفى لكن انا كان عندي قانون بلك انت انت النهاردة ييجي يقرب يقوله انت بتاع شو الإدارية يقرب يقوله انت شو المالية فبيعمل ايه عيني يروح محاول في النيابة زي ما حصل مع رئيس الاجنة اللومبية مثلا نعم انما هو يقدر يدخل انا كنت بجيبه امت احرفه في الصفة طبعا انا كنت دا انا بحكي تاريخ للأستاذ المشاهدين انا كنت بشوفه بعناية دو انا قاعد مع حضرتك طيب انت شايف خروج الفرق الكبيرة زي الجزائر والمغرب ومصر وتونس فرق كبيرة ودي ليها باعة كبيرة اوه في افريقيا انت شايف ان الكرة الافريقية دلوقتي بدأت الفرق الصغيرة هي اللي تفرض نفسها على الساحة مش عارفة دكتور مصطفى دا حضرتني في الوقع لانا اقولها دي ممكن لو ضربت تليفون بطاس ما انا احكيها لك كانت بدأت الدول الافريقية غانا ودولة تانية تقب شوي فانا بعت دكتور طاق اسمعين بين الدولة الصحة والعمر خصية كبيرة في مصر وعمرة بالمجد دكتور عمرة بالمجد بعدتهم بحثة هناك راحوا نانجيريا نانجيريا وغانا باقي وغانا نانجيريا وغانا واتهاجمت في الاعلام وبتاع انا سمعت دكتور طاق راب يتكلم يقول له الله فاجل ودانا حاجة مهمة جدا كانوا متقدمين انت مش عايز تروح اوروبا طب روحوا هنا شوف الدنيا دي اللي زينا حالة زينا زي طبعا فهي لازم شوفها بصفرة تمسك المدربين تصفرهم تجاهزوا تمسك الملعن ترتبها ما انت كرة عبارة عنها دكتور مصطفى ملعب ولعبين وإدارة ملعب ولعبين وإدارة وحكام بالزبط كده حكامة ما انا طلعت خلت اندور برة يعني انا طلعت اين ثلاثة عالميا فهي لانك انت ممكن تعمل يعني نماء تجربتك انك طلعت المدربين برة فترة التعايش في ألمانيا وفي فرنسا لا تدريب يا دكتور مصطفى تدريب سنة اه اه يعني مجد طلبة وبرهام يوسف وكل الناس يقول لها اسمعيني يوسف فهل التجربة دي ناتج عنها ان فيه نجاحات كتيرة قوي ودي أفادة الكرة مصرية طبعا هو جاي مؤهل ان يعمل حاجة انما ادي بنزع النادي والاستلطاف والمحبة والكلام ده كل يباهم يعني حلم انا اعتقد انا طلعته برة اه حلم طلعته اه اه وحاجة فيه مدربين كتير جدا تلو طب مدربين كتير تلو طب لو قلتلك ايه الحاجة الكويسة انت شفتها في بطولة الوقت انفريقية وفي نفس الوقت قلنا مصر ما هتعمل قد كده مليون مرة ايه الحاجة اللي هي اللي لفتت نظرك دكتور مصطفى انا انت عارب انا لعبت كرة وابوها ما كانش بلعب كنت موهوبين يعني لعبت كرة ولعبت طايرة طايرة لا يعني انا كنت بالاسماعليم جلد رضا وشت من الناس دي بس ابوه قالي لانت لعب كرة كرة في حياتك فالنتيجة ان انا لعبت كرة كرة منتخب جامعة القاهرة كانت حاجة جامدة جدا الكرة ايامية كان بررنا برحمن الفوز الله يرحمه الله يرحمه اه وكان من يعني كان يحبيني جدا يعني فهي انت انت كل شيء ممكن يا دكتور مصطفى كل شيء ممكن ازعلت انت لما لقيت انتخابنا بالمنظر في الصورة دي مصطفى انا مراتي يعني ايه ما يشكره ايه ولا رياضي اللي هي بتلعب جم وكلام دير ده انما عياطة ساعة ما مصر ما طلع لا لا كل ما الله العزب الواحد حاجة تتلعى لعيات ربينا طب انت لو مسؤول في هذه الفترة واللحظة اللي انا بتكلم فيها مع حضرتك وعاوز تاخد قرار ضد انتحات الكرة والمدير الفني هل استمرار ولا لا استمرار المدير الكرة المدير الفني لازم يمشي لازم يمشي ما كاتب مقالة هنزلها تاني لا يرى لا يسمع لا يتكلم وقلت له انت عامل جدع وروحت من لعب بتوع الزمالك قصبن عنين نادي الزمالك مش عافق ايه واختار اللعيبة منت مش اخترتوه امشي يعني ناس ساعدتك في اختياراتهم لا يصلح يا مصطفى لا يصلح باي عالم الاحوال يعني لازم يمشي ده مية في المية وهيمشي خد بالا طيب وعلى المنظومة اللي بتدير ادارة الكرة انت راضي عنها انت بكلمك بقى كمصر واحد مصري حاسس باللي حصل بالمهانة اللي احنا تاني لها مصطفى انت انت عشت معها فترة مش قليلة كم سنة طبعا عدنا حوالي اربع سنين اربع سنين اه مشكلة انك انت تجيب اتحاد كرة كويس ازاي هي دي المشكلة وحكيلك واقع هنا يمكن بتعرفهاش يا مية انا بقى كان كرة عايزة اطوارها وبتاعها فكلمت كانت يا صالح سنين طبعا كانت يا صالح ممكن تشرفني فجلل بكتك طبعا كانت يا صالح انت اكتر واحد مش عاقبك حال الكرة تنجم كبير انا عايزك تمسك رئيس اتحاد الكرة مرداش والله لا لا مش ساعتها مرداش لا فبصلي كده تعرف كان صالح زكي وتحبه طبعا فقال لي طب انا معاك بس طب بديني فرصة اسبوع افكر انا عارف ان مش هيجي بس انا قصدت ان انا قلت له ما تقلقش يعني انتخابات دي ما تقلقش انتخابات دي سال هتيجي رئيس الانتحاد هتيجي رئيس اتحاد غزبنا عن اي حد في الدنيا دي كلها كلمني بعد ايه وجالي بعد اسبوع وقال له معالش انا بعتذب يعني ظروفي صعبة والكلام دا كله انا بتصور انا بتصور لو كان صالح سليم مش بتحاته الكرة في الفترة دي خلق التجاب اكبر كان عملك نالا لا هو شخصيته شخصيته قوته ما حيبش حد يدخل في شغله اه وبقى بالزبط كده اه وفني وفني كراوي وكلام دا وعنده افكار ورجل عايش برا وكلام دا كله احنا شفنا في كودوفور التنظيم بتاع البطولة وبعض الناس اتبهرت بالملاعب اشتركوا في القناة